لم تبنى المسيحية على قبر فارغ لكنها بنيت على مخلص حي والويل لنا ألف مرة لو كان حبيبنا ومخلصنا وسيدنا ماتوا انتهى أمر لا حتى يكتبوا النهاية مات بين المذنبين لكنها لم تكن النهاية ولا يمكن أن تكون هذه هي النهاية بولس في مرافعاته أمام أغرباس يقول له كده لماذا يعد عندكم أمرا لا يصدق إن أقام الله أموات أنا كنت غبي كده برضو زيكم نحن 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 يعني هما لكن ربنا وراني نفسه وأعتقد أن اليوم عنده بنسمع كتير أن الرب بيظهر لبعض الناس من هنا ومن هنا وعلشان كده ما أسعدنا بالمخلص الحي ماذا كان رد فعل اليهود إذا هذا الخبر الصادم في إنجيل يوحنى أصحح 8 الآية 28 المسيح قال واحدة من ضمن ثلاث آيات عن رفع ابن الإنسان وكلمة رفع ابن الإنسان معناها صليب ابن الإنسان في يوحنى 3-14 كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان في يوحنى 12-32 أنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع مرتين في الوسط بقى أقل مرة في يوحنى 8-28 متى رفعتم ابن الإنسان تدركون أو تعلمون أني أنا هو إيه معنى الآية دي؟ هيجيوا وحترفعوا ابن الإنسان حتصلبوا ابن الإنسان شركم مش حقيق بل أقل من كده بس أنا عايز أقول لكم أن أنا لما حترفع بمطلق إرادتي وأنا إن ارتفعت عن الأرض وأحب أقول لكم حاجة تاني إنها حتمية ينبغي أن يرفع ابن الإنسان مش شركم لكن دي خطة الله مشورة الله المحتومة وعلمه السابق لازم يترفع لكن أقول لكم حاجة أنتم متى رفعتم ابن الإنسان حينئذ تعلمون أني أنا هو كلمة أنا هو في الأصح ده اتكررت ثلاث مرات معناها أنا الرب أنا الله بيقول كده إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطاياكم الآن 24 والآية 58 قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن أو أنا هو نفس الكلمة في اللغة اليونانية إيجو آيمي بس لما ترفعوا ابن الإنسان قد ما كبرتوا في حياتكم قد ما كذبتم وقابلتم كده هتعرفوا أني أنا هو إزاي لا ده كتير قوي ده كتير قوي يا رجل ده قائد مئة وثني ما يعرفش أي حاجة من أي حاجة لما شاف اللي بيحصل فجه الجسة قال بالحقيقة كان هذا ابن الله ده مش يهودي ده ما عنده شريعة ده رجل أممي وثني بس لما شاف إيه ده تلات ساعات ظلمة ثم زلزلة ثم إيه ده السخور بتترنح إيه اللي بيحصل بس بالإضافة لللي شافوا قائد المئة فأقر أنه ابن الله